بسم الله النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض النموذج الاسترشادي لصف الاول الثانوي طبعا هنشرح الاجابة وهنشرح سببها ان شاء الله طبعا لازم نقرأ المقال كويس جدا قبل من ابتدي نجاوب عن اي اسئلة لعل مقولة التحول الرقمي لها اسباب جعلتها اكثر مقولة سمعتها خلال اجتماعاتك وقد يختلط مفهوم التحول الرقمي لدى بعض الاشخاص فالبعض يعتقد انه بمجرد الاستعانة ببرنامج او برنامجي جدد قد تحولت شركته او مؤسسته رقميا او انها اتجهت الى التركيز في التحول من شركة تعتمد على المراسلات الورقية الى شركة تعتمد على البريد الالكتروني ذلك ان التحول الرقمي اكبر من ذلك بكثير اكبر من كل الحاجات دي ان التحول الرقمي هو التحول في طريقة العمل في الشركات بحيث يقل العمل الرتيب ويزيد وقت التفكير بالتطوير وهو يمثل ايضا زيادة الكفاءة في خط صير العمل بحيث تقل الاخطاء وتزيد الانتاجية كذلك يؤدي التحول الرقمي الى زيادة عدد اعضاء فريقك من دون الحاجة الى توظيف ومن هنا نستطيع ان نقول ان التحول الرقمي هو تسخير التكنولوجيا للعمل لصالح الانسان ومهما كان حجم منظمات العمل فانها تحتاج الى ان تواكب التطور الحاصل في التكنولوجيا لان التكنولوجيا غيرت من طريقة تفكير وسلوك المستهلكين فهل كان احد يتوقع في يوم ما ان يكون دعم العملاء لغالبية الشركات عن طريق حسابات الكترونية او يستطيع ان يطلب عشاءه بتفصيل معين فيصل العشاء الى بيته عن طريق ثلاثة او اربع ضغطات في تطبيق على الانترنت او ان يحدد مشوارا له عن طريق طلب سيارة مع تحديد مكان الوصول وطريقة الدفع من خلال تطبيق اخر في الواقع ان عملية البدء في التحول الرقمي ليس سهلا ابدا فهو عملية طويلة ومتعبة لكنها مهمة واول خطوة تحتاجه هي ان تبدأ باقناع كبار متخيث القرار به ومن ثم نزولا الى اصغر موظف موجود بالشركة او المؤسسة بعدها يجب ان يتم وضع خطة استراتيجية وتحديد الاهداف الخاصة بالتحول ثم تبدأ رحلة البحث عن التكنولوجيا المناسبة لك ولحاجاتك واخيرا التدريب واخذ الخبرة اللازمة لتطبيقه في شركتك ان لم تسارع الشركة في مواكبة ما هو حاصل حولها فستفشل حتما وهذا ما حدث لبعض الشركات العالمية الشهيرة في مجالات التكنولوجيا والاتصال هنا اول سؤال بيقول معنى كلمة الرتيب في صياق الفقرة التانية معنى كلمة الرتيب في صياق الفقرة التانية يطرى المرتب المهندم ولا الثابت على حاله ولا الكثير الجم ولا الخامل البطيء تعالوا طبعا نرجع للكلمة دي في النص بتاعها هنا في الفقرة التانية بنقول بحيث ويقل العمل الرتيب العمل الرتيب ويزيد وقت التفكير بالتطوير الرتيب يا جماعة بمعنى يعني الثابت على حاله يعني هو عمل لسه ثابت على حاله يعني بنفس العمل بمعنى الثبوت العمل على حالة معينة فالرتيب يعني جاية من الثبوت والدوام انه ثابت على حاله طيب يعني ده عكس العملية دي ويزيد وقت التفكير بالتطوير حتى لو انت مش عارف معنى الكلمة دي الجملتين عكس بعض الرتيب عكس هنا التطوير الرتيب الثبات على الحال اما التطوير فهو تطوير الوضع او تطوير الحال يبقى الرتيب هنا بمعنى الثابت على حاله طيب ايوم مما يلي يعبر عن المفهوم الصحيح للتحول الرقمي في الفقرة التانية الاعتماد على البريد الالكتروني ولا الاستعانة بالبرامج الجديدة ولا تسخير التكنولوجيا لخدمة الانسان ولا وضع الخطط الاستراتيجية هنا بقول ايه يعبر عن المفهوم الصحيح للتحول الرقمي في الفقرة التانية وهنا في الفقرة التانية بنقول ان التحول الرقمي هو طريقة العمل في الشركات وبعدين بكمل الفقرة وبعدين بوصل في نهايتها بقول ايه هو تسخير التكنولوجيا للعمل لصالح الانسان يبقى ده هو المفهوم الصحيح للتحول الرقمي هنا بنقول تسخير التكنولوجيا للعمل لصالح الانسان يبقى نختار تسخير التكنولوجيا لخدمة الانسان طيب بعد كده بنقول ما علاقة قوله لان التكنولوجيا غيرت من طريقة تفكير وسلوك المستهلكين بما قبلها في الفقرة التالتة تعليل ولا نتيجة ولا تأكيد ولا تفصيل تعالوا نرجع للجملة دي في الفقرة بتاعتها هنا في الفقرة التالتة بيقول فإنها تحتاج إلى أن تواكب تطور الحاصل في التكنولوجيا لماذا؟ لأن التكنولوجيا وبعدين أنت متعود أصلا أن لأن دي بتفيد التعليل لام التعليل لأن لكذا إذن ده تعليل لما قبلها يبقى علاقة الجملة دي بما قبلها تعليل بعد كده بنقول ما المغزى من قول الكاتب فهو عملية طويلة ومتعبة لكنها مهمة في الفقرة الرابعة يطرى الإصرار على التحول الرقمي لتحقيق فوائده ولا مشقت الشركات للتحول الرقمي وعدم جداوه ولا التحول الرقمي ليس سهلا أبدا ولا ضرورة التحول الرقمي رغم صعوبة تحقيقه طبعا يا جماعة أنا بلاحظ من خلال الفقرة يعني صعوبة التحول الرقمي ولكن هو لابد إذن هنا الاختيار الرابع هو الأنسب لأن في ضرورة في التحول رغم صعوبة هذا التحول يبقى نختار ضرورة التحول الرقمي رغم صعوبة تحقيقه لأنه يسفر عن نتائج يعني من خلال الفقرة نتائج جيد بعد كده حدد السبب الذي دفع الكثير من الشركات إلى التحول الرقمي يطرى دعم العملاء لغالبية الشركات عن طريق حسابات إلكترونية ولا التكنولوجيا غيرت من طريقة تفكير وسلوك المستهلكين ولا بحث الشركات عن طريقة جديدة تدفع الملل وتزيد الإنتاج ولا السير على نهج الشركات العالمية لضمان النجاح المحقق طبعا ده لا ده لم يذكر يعني في الفقرة وكمان عندي يعني الملل ده لم يذكر في الفقرة طيب دعم العلماء لغالبية الشركات برضو ده يعني غير صحيح أما التكنولوجيا غيرت من طريقة تفكير وسلوك المستهلكين طبعا لأن ده ورد نصا في الفقرة يبقى نختار هنا الإجابة رقم باء هي الصحيحة طيب بعد كده النصوص المتحررة قال أبو الفوارس الحمدني ويد يراها الدهر غير زميمة تمح إساءته إلي وتغفر أهدت إلي مودة من صاحب تزكو المودة في ثراه وتثمر إني عليك أبا حسين عاتب والحر يحتمل الصديق ويصبر وإذا وجدت على الصديقي شكوته سرا إليه وفي المحافل أشكر هنا بيقول معنى كلمة تزكو يعني يا جماعة هنا جاي من الزيادة يبقى تزكو بمعنى تزيد يعني هنا بيقول إيه تزكو المودة أي تزيد المودة في ثراه وتثمره بعد كده ما علاقة قول الشاعر شكوته سرا بما قبله في البيت الأخير نتيجة ولا تعليل ولا تأكيد ولا توضيع هنا بيقول في البيت الأخير وإذا وجدته إذا أداة شرد تمام شكوته هنا هي جواب الشرد إذن علاقة جواب الشرد نتيجة لأن عندك إذا أداة الشرد وشكوته هي الجواب ما الواجب على الإنسان نحو صديقه كما يرى الشاعر في البيت الأخير يرد الإساءة إليه ولا يشكره في نفسه ولا يصبر عليه دائما ولا يعاتبه في السر هنا بنقول إيه سرا إليه وفي المحافل أشكره أي أعاتبه في السر إن هنا بيقول يعني إذا كان عندي شكوى من هذا الصديق طب أنت بتعمل إيه يعني بقى عاتبه ولكن في السر وليس في العلانية يبقى طبعا نختار هنا يعاتبه في السر لأنه قال من خلال البيت الأخير والبيت الأخير قال كده بيقول إيه سرا إليه أي يعاتبه سرا طيب بعد كده بنقول ميز اللون البياني في قول الشاعر يراها الدهر في البيت الأول طيب يراها الدهر هل الدهر ده مثلا إنسان يرا؟ لا طبعا الظهر ليس إنسان يبقى أنا شبهت الظهر هنا بإنسان طيب يعني المشبه به كده إنسان المشبه به عندك؟ لا المشبه به محزوف ومدام المشبه به محزوف يبقى طبعا عندي هنا استعارة مكنية لأن المشبه به محزوف طيب بعد كده لماذا أصبحت اللغة رقيقة سهلة في العصر العباسي؟ يا ترى لمسيرة الحياة الأدبية المعقدة؟ لا طبعا حياة أدبية معقدة إيه؟ لو لمسيرة الحياة الأدبية كانت اللغة يعني لم تصبح رقيقة طيب هنا بنقول لتطوير الموضوعات القديمة لا ما أنا ممكن أطور وأسيب اللغة زي ما هي أسيب اللغة يعني بقوتها وبلغتها بقوتها زي ما هي تمام طيب هنا أقول للتزوج بين الفكر والمعاني لا طبعا طيب أقول لشيوع طرف الحياة أيوة شيوع طرف الحياة يعني عندي حياة مطرفة فعندي ألفاظ سهلة هينة ليينة يبقى اللغة رقيقة يبقى هنا ده هو السبب شيوع طرف الحياة وإنت المفروض أنك مذاكر ده في الأدب طيب بعد كده هندخل على أسئلة النحو هنا بنقول لا يكتم السر من الناس إلا كل ذي شرف ميز مما يلي نوع أسلوب الاستثناء في الجملة السابقة طيب أنا عندي أسلوب هنا سبق بأداة نفي تمام أنا عندي هنا أداة نفي يبقى لازم هنا أحزف النافي واحزف الاستثناء وبعدين ننطق الجملة ليه؟ لأن مدام عندك أداة نفي يبقى احتمال من اتنين إما أن يكون ناقص منفي أو تام منفي طب عشان أعرف بحزف النافي والاستثناء وانطق الجملة يكتم السر من الناس كل ذي شرف المعنى لم يختل لم يختل إذن الأسلوب ناقص منفي إذا لم يختل المعنى يبقى الأسلوب ناقص منفي إذا اختل المعنى يبقى الأسلوب يعني تام منفي وفي ناس تانية بتفرق إنها بتحزف ما بعد هدأ النداء فلو استقام المعنى يبقى الأسلوب تام منفي إذا لم يستقم المعنى يبقى الأسلوب ناقص منفي فلو جربت بالطريقة دي هتقول يكتم السر من الناس المعنى لم يكتمل إذا الأسلوب هنا يعني كده برضو ناقص منفي في ناس بتجرب الطريقة دي وفي ناس بتجرب الطريقة دي طيب تمام إذا عندي هنا الأسلوب إيه الأسلوب هنا ناقص منفي لجابة رقم جي طيب بعد كده قال الشاعر لا تحسبوا من أسرتم كان ذا رمق فليس يأكلوا إلا الميتة الضبع ميز مما يلي إعراب كلمة الميتة في البيت السابق تمام هنا بقول إيه لا تحسبوا من أسرتم كان ذا رمق فليس يأكلوا إلا الميتة الضبع تمام هنا بقول إيه هنا عندي نفي اللي هو ليس تمام وعندي هنا ده أسلوب استثناء لأنه عندي هنا أداة استثناء هه تمام طيب ولكن هنا الأسلوب سبق بيه أداة نفي سبق بيه أداة إيه أداة نفي تمام سبق بأدات نفي هنا يبقى أنا أحذف النفي وأحذف الاستثناء عشان أميز نوع الجملة هنا بقول يأكلوا الميتة الضبع تمام المعنى هنا جماعة المعنى هنا France لم يختل يعني كده الأسلوب ناقص منفي يعني أنا كده هعرب الكلمة دي حسب موقعها في الجملة الميتة هعربها حسب موقعها في الجملة تمام يأكل فعل مضارع الفاعل هو الميتة هنا مفعول به للفعل ده يأكل الميتة يأكل هو الميتة يبقى الميتة هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة يبقى نختار هنا الإجابة رقم ألف مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة بعد ذلك زرت مصانع لإنتاج الحربي خالة الدبابات والمدرعات أنا أريد هنا كلمة خليك ذكي في التعامل مع السؤال أنا عندي خالة تمام يبقى أنا هنا أريد كلمة منصوبة أو مجرورة على اعتبار أن هذه ممكن تكون فعل ماض فما بعدها مفعول أو حرف جر وما بعدها اسم مجرور تمام يبقى أنا هنا أريد منصوب أو مجرور يبقى مصنعا ما تنفعنيش لأنها مرفوعة تمام مصنعا ما تنفعنيش بردو تمام ليه لأنها مرفوعة ممكن أقول مصنعا الدبابات يعني كأنها مسنة ومرفوعة برضو بالآلف تمام ينفع هنا أقول مصنعين الدبابات والمدرعات لا ليه ما ينفعش أقول مصنعين لأن أنا بحزف النون ده عندما تضاف عندما تضاف فهقول مصنعية بدون النون ليه حزفت النون حزفت النون لإضافتها للكلمة دي يبقى أختار هنا مصنعي كلمة منصوبة والنون محزوفة للإضافة طيب بعد كده تصابقت الفرق الرياضية في بطولة ألعاب القوة غير فرقة عايز هنا بيّن مما يلي حكم إعراب كلمة غير في الجملة السابقة تمام الجملة دي سهلة جدا ليه بقى؟ أنت ما عندكش هنا أداة نفي إحنا قلنا خليك زكي في التعامل مع السويد ما عندكش أداة نفي يبقى كلمة غيري هنا وأنا مغمض اسم منصوب على الاستثناء تمام؟ يبقى هنا إيه؟ في الحالة دي في الحالة الأسلوب التام المزبت يجب نصب كلمة غير تمام؟ يجب نصبها على الاستثناء فهنختار هنا رقم باق يجب نصبها على الاستثناء لأن الأسلوب تام مزبت بعد كده أشار التربويون إلى أن الطالب الذي يفهم يحقق التفوق صغة من معنى الجملة السابقة اسلوب استثناء من المعنى ركز في حتة المعنى دي هنا بقول يرى التربويون أن الفهم سبيل التفوق للحفظ ده مش اسلوب استثناء أصلا تمام؟ ما من سبيل إلى الفهم كما أشار التربويون إلا التفوق طبعا صح وتنخدع كده وتقول الجملة تم لا طبعا الجملة غير مستقيمة في المعنى هو هنا بيقول لك سبيل التفوق هو الفهم مش العكس مش سبيل الفهم هو التفوق يعني هنا المفروض أقول إيه ما من سبيل إلى التفوق وبعدين أقول إلا الفهم مش إلا التفوق تمام كده طب نشوف الجملة الثالثة لا سبيل إلا التفوق كما أشارت يبقى كده دي غالط طبعا طبعا هنا بنقول لا سبيل إلى التفوق كما أشار التربويون إلا بالفهم استناء بقول لا سبيل إلا التفوق تمام إلا بالفهم قلت المعنى بتاعي الجملة دي ان ما فيش سبيل للتفوق الا الفهم يبقى طبعا دي عبرت عن الجملة دي يبقى دي الجملة اللي فيها اسلوب استثناء ويتعبر عن المعنى وطبعا انت عندك 15 سؤال فقط وبكده نكون وصلنا لنهاية حل النموذج الاسترشادي نشوفكم دايما على خير ان شاء الله